شايفين الشريط دوت اللي موجود ودوت بيفصل ما بين مولدوفا وبيفصل ما بينها وما بين أوكرانيا وهتلاقوا هنا تحت في الخريطة الأودسا اللي هي واحدة من المواني المهمة جدا اللي بتحاصر دلوقتي علشان خاطر تبقى آخر ميناء مهم جدا على بحر البلطيل فمولدوفا الجزء الشريط دوت اسمه ترانزستيريا والجزء دوت سكنين فيه ناس روس والناس دولت بيقولوا احنا عايزين ننفصل ونبقى جزء من روسيا زي كالينجراد كده احنا عايزين نعمل كده وحتى الآن هما بيتمتعوا كمان بحكم ذاتي يعني هما عندهم العملة بتاعتهم عندهم البصفور بتاحهم عندهم العلم بتاحهم اللي جزء منه يعني العلم الروسي عندهم البرلمان بتاحهم فهما يتمعوا بحكم ذاتي دلوقتي هما بيطلبوا الاستقلال زي اقليم دونباسك وينضموا ويبقوا تحت الحماية الروسية فتخيلوا انه مولدوفا ممكن تبقى كمان جاية في الطريق وفي خمس اسباب اول حاجة انه روسيا قريدي عندها تروبس هناك يعني عندها قوات تباحة موجودة في المنطقة دي اللي لها استقلال ذاتي ومولدوفا ما هيش جزء من الناتو ان كانت دلوقتي بتحاول تسرع عشان خاطر تخش الناتو لكن طبعا في مخاوف كبيرة جدا انه الناتو هيعملوا اي حاجة زي كده طبعا هتسير الروسيا وحتخش وتاخدها على طول ودي يعني زي ما بقول اصلا الناس الموجودين فيها ناس روسيين وفي قوات روسية وبتعتبر انها جزء من روسيا الجديدة والناس اللي فيها عملوا استفتاء وقالوا ان هم عايزين يتبع روسيا وحاجة كمان مهمة اوي انه الرئيس بتاع روسيا البيضاء او بيلاروس في اول مارس كان بيشوف ايه المناطق اللي تحت النفوذ الروسي وتكلم على المنطقة دي انها جزء من روسيا فتخيلوا معايا انه ده منطقة تانية ممكن تبقى فلاش بوينت موجودة فيه برضو منطقة تالتة موجودة في جورجيا روسيا الحمرة اللي موجودة فوق فيه حتتين اهم زي ما قلت مسامير جوحة اللي موجودة في جورجيا دولة منطقتين سنة 2008 دخل بوتين واحتلهم وادى الاستقلال الزاتي واعترف بهم ان هم اجزاء مستقلة عن جورجيا وده امتى لما جورجيا قررت ان هي تقدم على اليوروبيان يونيون وتقدم على ان نيتو حصل الموضوع ده وان نيتو مرضىش يدخلها فبرضو ادي مناطق ساخنة موجودة والمنطقة دي برضو بوتين ادى فيها للناس الموجودين الباسبور الروسي فبالتالي احنا النهاردة قصاد يعني صورة مش بسيطة مش سهلة